يعني هل هي مسؤولية مثلاً من يكتبون الأغاني ومن يلحنون الأغاني لأنه يعني زمان مثلاً موسيقار الكبير محمد الموجي كان بيستدعي المطرب بليه حمدي يستدعي المطرب يستدعي المطرب ولمؤلف ويدور على مؤلف كلام كويس ويدلع كلام كويس ويلحانه بالزبط طب زمان كان فيه في مصر برضو كان فيه شركات إنتاج فني مازال عندنا بعض الشركات أفلت تقريباً يعني ده 80 فمية 90 فمية كان فيه صوت الفن مثلاً لا فيه بقى حاجات كتير ده موضوع كبير قوي بس مهم يعني عدم وجوده في الساحة الفنية بيحرمنا من حاجات كتير الانتاج الفني زمان كان مربح جداً يعني المنتج اللي بيصرفه على الكاسيت أو على الألبوم بيعوض فلوسه لأنه مفيش متنفس غير أن الناس تشتري الشريط دلوقتي لو الألبوم نزل في نفس اليوم بالليل بيبقى موجود على اليوتيوب وبالتالي المنتج بيلاقى نفسه بيخسر فقال حتة انتاج الأغاني دي خلاص مش هعملها تاني فبالتالي كل الشركات الانتاج تقريباً قفلت غلبية العظمة قفلت يعني إلا بس اللي عندهم حتة الفن دي بيحب الفن فعلاً دول اللي فاتحين الشركات بتاعتهم زي محسن جابر وزي نصر محروس دول اللي بيحبوا الفن فعلاً يعني